حاصل على الدكتورات بتاعته من يونيفيرستي كولوجي في لندن وهي جامعة مصنفة من الجامعات التسعة على مستوى العالم من الكيو اس رانكينج في عشرين اربعة وعشرين دكتور محمود في الحقيقة من الناس المتميزة جدا في الفيلد بتاعه وفي المجال بتاعه ويحتسب من أفضل عشرين أو ثلاثين واحدة على مستوى العالم في التخصص بتاعه بعد ما خلص الدكتورات دكتور محمود ربطحق ببسطة دكتور في أمريكا كمل باقي البروجرس بتاعه في الريسيرش اللي حوالي خمسة وسبعين دوكومنت في فيري هاي إباكت فاكتور جورنل بلاصل ما هو شغالب لحد دلوقتي حوالي اربعة وعشرين سنة في المجال بس مش كده وبس دكتور محمود كمان متميز في الصوفت سكيلز في الكمبيوتر سكيلز من الناس في الحقيقة اللي احنا بنسفيد بينهم حتى على النطاق الشخصي احنا كبرسمان أو كستوف كمان بيفيدنا في حاجات تكنيكال كتير احنا بسعداء المحفظ بوجود دكتور محمود خليل معانا النهاردة هيدينا محاضرة نتعاشر من خير ان تكون مفيدة للطلاب ومرة تانية شاكرين للدكتور محمود وجوده معانا النهاردة احنا عارفين مشغولياته كتير جدا في لبنان لكن احنا متشكرين جدا مرة تانية الوجوده معانا ووقته السمين وكونه قدر يوفر لنا محاضرة بالجودة اللي هنشوفها النهاردة وفي الحقيقة عطينا محاضرة الصبح والمحاضرة الثانية دي نتمنى انها تكون برضو على مستوى الطلاب وتكون فيها قدر من المعلومات الكافية للطلاب تستفيد بي دكتور محمود تفضل الفلور مع حضرتك صباح الخير جميعا اولا انا حابة بشكر جامعة العالمين وعلى رأسها استاذ الدكتور عسام الكوردي رئيس الجامعة وانا يبرس الجامعة استاذ الدكتور هشان جابر وكذلك بشكر الاستاذ الدكتور محمد سالم اخ وصديق وشكرا للدعوة الكريمة ويا رب ان شاء الله المحاضرة تكون مفيدة هو الهدف من المحاضرة دي ربط حاجات حديثة بتحصل بالبيوتكنولوجي البيوتكنولوجي دي علمت بير جدا 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 حاجات كتيرة جدا بتظهر كل يوم في العلم دوت فحبيت بس اخد طوبيت بالمحاضرة دي ممكن ما يكونش حد عمل هايلايت عليه او نور الطريق عليه عشان نشوف ابعاد علم البيوتكنولوجي ابعاد العلم يمكن من اشهر الحاجات اللي الناس ممكن بتشرحها في البيوتكنولوجي هو الثورة اللي حصلت في الانسولين في الدراج بتاع البيوتس اللي هو الانسولين وازاي اتنقل على مراحل السنين كلها بالاخرار علم البيوتكنولوجي من دراج بيتباع بتمن غالي جدا وبكمية قليلة مش بيبقى متواجد الى ميديكيشن او دواء اصبح غالباً لكل الناس عن طريق كان الهدف الرئيسي فيه وكان نتيجة لأبحاث كتيرة في البيوتكنولوجي النهاردة بنتكلم على طابق مختلف تماماً منوسع القفق بتاعنا في التفكير منشوف الناس بتشتغل ايه اللي برا الطابق اللي بتكلم عليه صنف بجريد فوربس وجريد فوربس من الجرائد المهمة جداً اللي بتتبع اي حاجة تطور حديث في المجال صنف من دين اكتر عشر اهتمامات في العالم في الفترة الاخيرة هو حنتكلم عنه النهاردة هو ازاي نقدر نستخدم ديني كستوريج ماتيريال او داتا ستوريج ماتيريال ونبدأ الرحلة بتاعتنا النهاردة في المحاضرة ديني دي مش حاجة جديدة ديني ده حسب مجالة ديني دي مجالة بتتناول الحاجات الحديثة في العلم وبتعمل هايلايت على كل اكتشاف جديد ويعني انصح كل الطلبة ان هما من وقت الاتاني يبصوا بيقولك ان ديني دي مش حاجة جديدة ديني ده يعني من اكتر البايولاجيك الماليكلز اللي موجودة عندنا ستيبل طب ستيبل ليه ان بقى لها فوق تلاتة ونصف مليون سنة النيشو طبيعة بتستخدمها في عملية الريبليكيشن وتتنقل من جيل للجيل بيقدر يشيل معلومات كتيرة من ايام الديناسورات لونج لاستينج بيقدر يشيل من هنا بدأت الفكرة ان هو بيشيل معلومات والمعلومات دي لالاف السنين لدرجة ان هما ريسنتلي يمكن المقالة دي بقى لها بالزبط السنتين ريسنتلي العلماء الحفريات قدروا يطلعوا ديني ديني ديناسور بقالوا حاول مية وخمسة وعشرين سنة محفوظ مية وخمسة وعشرين سنة محفوظ طلعوا ديني دوت ويستخلصوه فده بيثبت ان هو يقدر يشيل معلومات على السنين كلها ويمكن مش بعيد جدا الافلام اللي احنا كنا شفناها بتاعة سلسلة الجراسيك بارك او حديقة الديناسورات يمكن الكلام ده نشوفه فيه من الايام حقيقية طيب عشان نبدأ القصة لازم نبدأ نبص سريعا على الستركشور تاعة ديني دا وعبارة عن زي ما احنا شايفين معلش أستاذ الناس تقفل مايك لو سمحتوا بعد ازنا كان دكتور محمود شباب يا ريت بس كلنا نعمل ويوت لمايك بتاعنا ونلتزم بان المحاضرة دكتور محمود جاينا من وقت من لبنان ووقته سامين كمان الراجل ماسيك هيت فمعنى كده ان احنا مش جايدين اي حد يدينا محاضرة ولو سامح الجميع يلتزم بالمحاضرة من فضل حضراتك فضل دكتور محمود شكرا جزيلا دكتور محمد انا اهم حاجة عندي ان انا جيت وطبعا انا مش هتاخر على اي حاجة تطلب مني خصوصا للطلبة اللي انا بشوف فيهم يعني علماء المستقبل وده واجبنا ان احنا لن نتأخر على اي محاضرة بتحاول توصل لهم اي معلومة جيدة ممكن مايكونش عندهم الوقت ان هما شافوها او تعمل لهم هايلايت بتحطهم على طريق البحث شكرا دكتور اتفضل الطلاب مع حضرتك فبنبدأ نقول لو خدنا wrap up سريع على ال structure بتاعت دين ايه وازاي ربنا قدر يدخلوا جوة نيوكليوس بتاعت الخالية بتاعتنا هنلاقي ان دين ايه هما لغاية دلوقتي اكتشفوا في حدود 25000 جين وطول الدين ايه لما جمق اسوء فيوريتيك ده طبعا وصل اتنين متر اتنين متر دي ربنا عمل ميكانيزمة جميلة جدا انه هو يخلي اتنين متر دول packaged او يتم تعليبهم جوة نيوكليوس اللي الديامتر بتاعها حوالي 10 ميكرو متر ازاي عمليات تعقيد في الدين ايه يبدأ يلف على نفسه على حاجة اسمها هيستونز او بروتين زي اكيد حضراتكم عارفينها يعمل لي structure اسمه beatzone string وبعد كده يبدأ يحصل له تعقد زيادة وتعقد اكتر levels كتيرة من التعقد لغاية ما يحصل له packaging inside the nucleus وده شكل ده شكلهم under the electron microscope فده حاجة سريعة بس على structure لكن عشان نفهم زيادة احنا كلنا عارفين ان الدين ايه لازم اي جين منطقة على الدين ايه لازم يحصلها coding يعني منطقة بيطلع messenger RNA والmessenger RNA ده بيحصل له transcription into protein والبروتين ده ممكن يكون هورمون enzyme transporter protein carrier protein nuclear receptor protein nuclear cytoplasmic protein طيب من هنا بدأت القصة كلها ان احنا عندنا dna وده عبارة عشان يتعامل dna في جسمنا ده عبارة عن four based language بيكونوا من a g c and t اللي هما nucleotide ده بيتم transcription الى حاجة اسمها messenger RNA او RNA الرسول وده another language من four based language برضو بتعمل لنا بتكونوا من ايه زي ما حداتكم عارفين من a g c u هذا messenger RNA بيطلع من النوكلس ويهاجر يروح للcytoplasm عشان يبدأ يحصل له translation بلغة تانية مختلفة تماما الالفابت بتاحها عبارة عن 20 amino acid يبدأوا يترتبوا على حسب الكود اللي موجود في messenger RNA عشان يطلع للبروتين يمكن السؤال اللي دائما الناس يسألوا ليه ربنا مثلا لما blood sugar level بتاعنا بيعلى يروح جاي الانسولين اللي هو الجين بتاع الانسولين يبدأ يعمل transcription وبعدين يبدأ translation هذا الجين يطلع انسولين فالانسولين يشتغل ان هو يقلل ال blood sugar level بتاعنا او يقلل من تركيز السكر اللي في الدم طيب قال التركيز طب الانسولين بيحصل له ايه الانسولين بيكسر طب لما يزيد ال blood sugar level تاني يحصل transcription وتranslation ويطلع انسولين خلاص اللي هو البروتين ينزل وهكذا وهكذا يمكن سؤال دائما بيجي في دماغ الطلبة هو ليه ربنا بيفضل يعمل او خلينا نعمل الطريق دوت ما كان عمل الانسولين وسابه في الخلية وقت ما يحصل blood sugar level يشتغل الانسولين وقت ما يقل يقف وقت ما يحصل يشتغل ايه الضرورة ان انا دايما اعيد عملية transcription وتranslation عشان دايما يبقى عندي انسولين والاجابة دي في ايه كذا نظرية من اهم النظرية اللي العالم بيتفق عليها ايه هي ان ربنا خلق لنا بهذه الصورة لكل بروتين في جسمنا او كل انزيم وكل هرمون لحاجة اسمها recycling انت بتتخيل ان البروتين في جسمنا دي بتكاوب من amino acids لو انا خدت الامينو acids وحطتها في الانسولين طب افرد انا الوقت ده عايز الانسولين بس الوقت التاني انا عايزة glycogone اللي هو هرمون تاني اسمه glycogone بس انا مش في الوقت عندي مش عايز الانسولين انا لو خدت الامينو acids اللي بتكون الانسولين وستبتها في الانسولين ما عملتش degradation الانسولين الخلية ممكن في وقت ان الوقت ما تلاقيش amino acids تعمل بها other proteins يبقى بالتالي عملية التكسير البروتينات بعد ما بتحصل علشان ايه في الاساس عشان عملية الـ recycling الامينو acids عشان وقت ما انا عايز بروتين اخد الامينو acids اللي موجودة في طغير اعملها طب انا عايز بروتين اخر اكسر اللي خلص الشغل بتاعه واخد الامينو acids احطها في بروتين تاني وهكذا واصبحت البروتين احنا منتكلم على different language عبارة عن 20 basically 20 amino acid language بتعمل لي different proteins طيب نتكلم ليه الـ DNA ممكن يكون intelligent data storage medium عنده 3 فوايد كتير جدا مهمة جدا للعملية اقل طاقة بيستخدمها وهنفهم الموضوع ده ازاي بعد كده عن الـ digital methods اللي تستخدم او traditional بيستهلك اقل طاقة عنده better compression يعني يقدر يضغط زيادة ولسه احنا شايفين ان دي اللي طوله 2 متر اتحط في عايز 10 micrometer كذلك الفيزيكي في نفسه اعلى بكتير النقطة التالتة والانه هو بيوفر 3d storage 3d storage method على عكس اي ميديا بنستخدمها سواء كانت hard disk او flash memory اللي بتستخدم 2d method فدلوقتي انت هتقدر تخزن لو امكن ان تعمل الكلام دوت فانت هتقدر تخزن الكلام في 3d storage media يعني not 2d طيب يجي نبص زيادة قالك زي ما انت فهنا ان الـ human cell size بتاعها دعمتر بتاعها 10 micrometer نظريا يبا هي تقدر تشيل data dnst حوالي 12 مليون bytes في الميكرومتر cubic micrometer وده لما تيجي اتكرنه باحسن حاجة معمولة للـ c gate وده شركة بتعمل hard disks زي western digital والشركات الاخرى c gate هتلاقي ان اقصى حاجة وصلت لها حوالي 4000 بايت بير سكوير ميكرومتر طبعا فيه فرق واضح جدا على data dnst اللي تقدر نظريا تحطها جوه حجم في ديومتر بتاعها 10 micrometer الناس لما بادوا قالك طب ليه احنا واجهين دماغنا ومنفكر لميديا جديدة ان احنا نعمل فيها data storage حسب التنبؤات اللي اتعاملت على النقلة في كمية المعلومات من 2013 ل2019 لقوا ان في سنة حوالي 2030 هتزيد كمية المعلومات بنسبة 34% فاحنا محتاجين data storage media تشيل الكمية الرهيبة من data دي في 2030 لكن لما لما الفترة الفترة الاخيرة لقوا ان data forecast اللي معمول ده او التنبؤ اللي معمول دوت لحجم data سنة 2030 مش صحيح 100% لما اعادوا ال forecast لقوا ايه لقوا فعلا ان كمية data اللي هي ممثلة باللون الاخضر الموجود هنا كمية رهيبة جدا محتاجة storage media رهيبة لان ال data هتوصل حوالي 32 مليون باتا بايتس خلاص اللي هي حوالي الباتا بايتس حوالي الف تيرا بايتس طبعا يبقى كمية ال data اللي موجودة محتاجة storage media يقدر يخزن في المستقبل في 2030 هذه كمية ال data طبعا اللي بيقول الكلام ده اي تريبل اي سبكترم ودي جاهة معروفة عالميا مهتمة بالتطور في التكنولوجي والكلام ده كله لو جينا بصينا يبقى بالتالي ان الديني منكمل على اي تريبل اي سبكترم الموضوع بتاعها وبيكون هو بيكلمك بيقولك الديني ده لازم الناس تفكر انه هو يستهدم كديني هو بيوفر storage dynasty او يقدر يعمل حفظ المعلومات اكتر كتير جدا من الميديا ال solid state اللي بيتم الحفظ عليها المعلومات لدرجة ان لما قاسوا ال information اللي على الانترنت كلها اللي هي حوالي 120 زاتا بايت بس لقوا انه هم يقدروا يخزنوها في دي انه ياخد حجم one sugar cube مكعب سكر صغير هو كل المعلومات اللي على الانترنت طبعا احنا هنا بنتكلم على huge thinking تفكير كبير جدا ان احنا منقلل من الحجم بتاع الحاجة اللي هيحصل لها storage بناء على التنبؤ اللي حصل لغاية 20-30 طيب لما نيجي نقارن قابلية الديني انه هو يقدر يstore compare with other media هنكتشف هنا ان هو way more اكتر كتير جدا من flash drive اكتر كتير جدا من hard disk اكتر كتير من magnetic tapes blue ray dvd cd الكدرة السعة اللي هو يقدر يشيل معلومات تقارن بـ 200 مليون جيجا بايتس اوكي من اي نتكلم برضى عشان نقارق بالفكرة انا لو عندي اتنين واربعين بليون يو اس بي ستيكس اللي هو ال flash memory بتاعنا العادي جدا ممكن احطهم في اتنين وستة او حوالي تلاتة تلاتة بليون hard drive زي اللي موجود في الكمبيوترات بتاعتنا كلها اللي ممكن يتخزنوا على حوالي 227 magnetic tapes كل الكلام دوت اللي هم اللي ممكن يتحطي وهنا ده يعادل انا ممكن نظريا اخذنه في one gram of DNA اللي ده يمثل اللي موجود في الابندورف او الكيوب اللي قدامي ده الجزء ده فكمية المعلومات التي تخزن انتم متخيلين حجم الطاقة اللي تم توفيرها ده متخيلين حجم المساحة اللي تم توفيرها متخيلين السيرفرز اللي بتتعمل وبتاخد ملايين امطار من الاراضي والفددين الكتيرة ممكن تخزن في مساحة قليل مع توفير طاقة لما نيجي نقارن مقارنة سريعة كده more into the efficiency of using DNA هنا بحطوط اجزامبل على البكتيريا الـ DNA نستخدمه كستوريج ميديا ومعمول الحسابات دي هنلاقي ان السرعة مش بس بيوفر طاقة مش بس بيوفر دانستي مش بس بيوفر ديورابيلتي وستابيلتي لا ده بيوفر سبيد سرعة الكتابة كلنا نفتكر لما كنا منعمل copying الـ information على cd copying على flash فالسرعة هنلاحظ ان هي فارقة جدا اصرح حاجة اقل من 100 microsecond بتوفرها البكتيريا الـ DNA اه شوية قريبة من الـ flash memory اسرع كتير من الـ hard disk لكن هنيجي من الـ data retention لو انا خزنت الكلام ده على البكتيريا الـ DNA الـ data retention ممكن يوصل لفوق 100 سنة على عكس الـ flash memory اللي الـ data retention او حفظها للـ data stability بتاعتها اكتر من 10 السنين لو جينا بصنا للـ power او كمية الطاقة ودي حاجة مهمة جدا لما نتعامل مع الـ information system ان نلاقي ان الطاقة اللي بتستغل نتيجة استخدام البكتيريا الـ DNA اقل كتير جدا بمراحل كتير جدا عن الطاقة عن الـ flash memory والـ hard disk لو جينا بصنا على الـ data dynasty او كمية الـ data per cubic centimeter طبعا هنلاقي ان فيه فرق كبير جدا في البكتيريا الـ DNA بيوصل لـ 10 to the power 19 مقارنة بالـ flash memory والـ hard disk من هنا نقدر نقول ايه ان كل المعلومات اللي موجودة في العالم وده نسبة لجهة من جهة تعتبر number one في العالم اللي هي nature خلاص بتقول كل المعلومات اللي موجودة انا ممكن اخزنها اللي موجودة في العالم maximum ممكن نوصل لـ one kilogram كوزن ومن احد الفوائد الاخرى برضو اللي احنا منقولها ان استخدامنا الـ DNA as a storage media بيوفر تقريبا حوالي اقل الـ 49% من الكوز اللي بتستخدم لو انا استخدمت الـ conventional او الـ traditional storage media لانا عارفين كلنا او مفترض ان انا معارفين ان من اهم المعوقات باستخدام data storage media كبيرة هو الاستهلاك الرهيب للطاقة لكن لو تخيلنا ان الـ DNA ده ده هيدم الـ storage بتاعه from temperature يبقى احنا وفرنا مش اقل من 50% من الكوز اللي بتستخدم في صرف على الطاقة لعمل الـ conventional traditional storage media طيب بعد ما اخدنا المقدمة البسيطة طيب ازاي الاستراتيجية ازاي بيعملوا او ازاي فكروا في الموضوع ده او ايه الـ approaches اللي بيعملوها الـ pipeline بتاع الـ using DNA as a storage media بيقسم لست مراحل بيبدأ بالـ encoding وبعدين الـ writing وبعدين الـ storage وبعدين الـ access وبعدين الـ reading وبعدين decoding نفهم كل واحد الـ encoding بمنطقة البساطة انا عندي اغنية عندي ملف document بحول هذا الملف الطبيعي جدا الملف ده بيتقارى ازاي على الكمبيوتر او اي صف او اي جهاز بيتقارى لانه بيتحول لحاجة اسمها binary code اللي هو zero one يبقى الـ encoding ايه طب انا اخد الـ binary code ده احاوله لـ DNA code ازاي حنشوف بعد كده بعد ما حاولته DNA code لازم اعمله synthesis اصنع هذا الـ DNA وبعد كده اخزنه لـ many years بعد كده اقدر اعمله access في الوقت اللي انا عايزه بعد كده بعد ما انا خزنت الـ DNA ده اعمله sequencing عشان اعرف الـ sequence تهدين ايه بعد كده اعمل decoding اعكس العملية احاول الـ DNA دوت into binary code عشان اقدر اقراه على الكمبيوتر طيب مش فاهم الموضوع باين متعقد جدا لا هو مش بهذه التعقيدة تعالوا نشوفه خطوة خطوة اللي بيعزل الطبيعي زي ما احنا متعودين احنا نفتح الكمبيوتر من نسمع اغنية بنتفرج على موفي بنشوف document whatever اغنية موفي في الاصل ايه هو ان هذه الميديا دي الـ digital media كلها بيتم تحويلها الى binary code اللي هي zero one والزيرو وان هو الكمبيوتر بكمبيلر معين او بيبدأ يشوف هذا الكلام وبتقدر احرك تشوف الـ document شوف الاغنية تسمع الاغنية تشوف الموفي whatever الفكرة ايه ان واحد اتفقوا ان عملية الـ encoding دي هتمشي ازاي احنا ممكن الـ c دي تبقى الـ binary code بتاعها هو zero zero وممكن الـ t هي الـ binary code بتاعها هو zero one وممكن الـ a يبقى one zero وممكن الـ g يبقى eleven يبقى بدل ما الكود هي zero one لا انا عندي اربعة نيكليتويد للدين ايه؟ c-t-a-g او whatever كل واحدة اعطناها binary code مكون من two digits اللي هما ايضا تبقى الـ encoding طب تعالوا نطبق الكلام ده عندي كلمة اسمها nature مثلا ونيتشر دي في داكيمنت انا عايز اعملها على الكمبيوتر طبيعي ان الـ nature دي كانت بتحول الى ايه؟ بالـ binary code عشان الكمبيوتر يعرف اقراها الـ N بتتحول للارقام ديت والـ A ده طبيعي ده بيحصل لأي داكيمنت لأي ميديا لأي موفي لازم يتحول كل ده into a binary code عشان تعرف تشوفه بالجهاز بالايباد بالموبايل بواتيفر انت بتشوف الكلمة دي خلاص؟ طيب قالك ايه؟ طب ماشي احنا الـ nature دي انا عايز اخزينها في DNA طيب انا احاولها الـ binary code وباستخدام الكود اللي احنا لسه قلينه zero one هعمل لها عاكب اتي وهكذا zero zero نسبة للكود اللي فوق وهكذا 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 فهنا انا هنا قدرت اعمل encoding الـ binary code اللي بتاع كلمة nature انا حولته لـ الـ DNA باستخدام هذا الـ code خلاص؟ ودي عملية encoding فاصبح عندي على الورق انا حولت كلمة nature into genetic الـ code اللي قدامك مكونة من ودي خطوة الـ encoding دي اول واحدة طب تاني خطوة اعمل ايه؟ اعمل writing ابدأ اعمل synthesis للـ DNA طبعا اللي بيشتغل باي تكنولوجي كتير عملية الـ synthesis DNA من اسهل ما يمكن بديني الكود بروح جاي بيتصنع DNA خلاص بيصنع whatever technique بقى بيصنع الـ DNA نسبة للـ sequence اللي تم عمله يبقى انا اصبح وصلت الـ ايه دلوقتي انا عندي ابندورف او تيوب فيها sequence ومدين ايه؟ هو ترجمة حصل له عن الـ binary code اللي جاي من كلمة مثلا نيتشر طبعا نيتشر هنا متخده كمثال كلام برضو ممكن تبقى غنية وطيفة كل الكلام ده كله بعدما عملت بعدما عملت اللي هي عملية الـ اعمل للمعلومة بقى وطبعا هنلاقي برضو ان في شركات كتيرة جدا بدأت تدوفلوب اي ميموري ستيك خاصة كـ ديني ستوريج عشان تخزن عليها الـ مرحلة التانية هي ايه؟ اكسس يعني ايه اكسس؟ حضرتك بيبع عندك فولدر من الكلم في الطبيعي لو عندي فولدر على الكمبيوتر فيه الف اغنية فانت منطقة البساطة ممكن تروح جاي عامل تفتح اغنية واحدة منهم رقم عشرة مثلا فانت بتختار الاغنية اللي انت عايز تشغلها اكسس هنا معنى ايه؟ ان انا بعدما ما حولت المعلومات الى باينري والباينري حولتها الى وديني كود ده عملت للديني وخزنته لازم يكون عندي القدرة ان انا اقدر اعمل اكسس لاجزاء معينة افرد ان انا كنت احضرت الف اغنية مخزنهم هلا انا هلا هيبقى عندي القدرة ان انا اعمل اكسس لاغنية رقم عشرة لاغنية ده لازم يبقى مهمة جدا وطول مهمة في الاستراتيجية عشان تبقى تعارف تعمل اكسس لاجزاء معينة من الديني عشان تترجم طب بعد الاكسس بيحصل بياخد الديني كود ده وبيعمله السيكوانسينج عملية طبيعية احنا بنعملها كتير في الشغلة بتاعنا ان انا اعمل اكستراكشن لديني من اي كائن حي وانا مش عارف السيكوانس بتاع الديني بجيب حاجة اسمها سيكوانسر او جهاز بيعمل سيكوانسنج لديني ويبدأ يديني السيكوانس بتاع الديني فده عمليات عادية من اعملها احنا كتير فكل الفكرة انا لما عملت لما جبت الديني ده اروح انا عايز اطلع بقى الاغنية معين اروح جاي اعمل سيكوانسنج فانا قدرت عمل اعرفت السيكوانس لدرجة ان فيشركات تانية تماما بدأت تتجمل بسيكوينسر اللي هو حجم الإيد السيكوينسر ده جهاز كبير جدا فقدر يطوره كسيكوينسر في حجم الإيد عشان يساعد في عملية الريدينج أو الDNA سيكوينسي طيب أنا قريت المعلومات قريت المعلومات اتحولت إلى DNA كود دلوقتي أعمل إيه في الDNA كود؟ أعمل له العملية العكسية اللي أنا عملتها في الأول اللي هي إنكوينج أرجعه تاني لبايناري كود ودي عملية اسمها دي كوينج ولما برجعه البياناري كود بقدر أشوفه على الكمبيوتر يبقى هي الفكرة دول الستة مراحل يبقى الفكرة إحنا بنتكلم في إيه؟ إن زمان كانوا بيقول لك إيه أنا عندي هارد ديسك متخزن عليه مليون أغنية متخزنين على شكل بايناري كود بشوفهم أو بسمحهم على الطول بتاعتي واتيفر كمبيوتر تليفون واتيفر آيباد واتيفر خلاص؟ لأ دلوقتي قال لك إيه أنا هستخدم الدين إيه هو اللي بيشلي المعلومات دي أنا هحول البياناري كود بتاعة الأفلام أو الأغاني دي أنتو جين كود والجين كود ده أصنع دي إيه أصنع دي إيه بناء على هذا الجين كود وهذا الدين إيه أقدر أعمله ستوريج أقدر أعمل أكسز لأي جزء منه عشان أسمع أغنية أو اتنين من المليون أغنية دول إزاي أقدر أسمع الكلام ده كله إن أنا لازم أعمله ريدينج يعني أعمله دي إنيه سيكونسينج وهذا الدين إيه سيكونسينج يتم تحويله إلى بايناري كود والبينير كود دي تقدر تقرأه بأي جهاز عندك بكل الكلام الجميل إن الناس بتفكر فيه يبقى السؤال بقى هل كل اللي حكينا اللي فات ده هو خيال علمي؟ هل ده خيال علمي مش حقيقي؟ لا الكلام مش خيال علمي الناس قريدي شغالة في المواضيع دي وهتبقى فيه نقلة نوعية على مدار العشر سنين اللي جايين خلاص إزاي؟ هنلاقي إن فيه تجمع كبير على مستوى العالم اسمه DNA Data Storage Aliens أخبار كتيرة لسه طلع من خمس عشر تيام latest news عن الناس بيبدأوا يجمعوا من نفسيهم ويعملوا aliens أو اتحاد كبير جدا عشان to move on و develop المواضيع دي بطريقة professional وبطريقة تفيد المجتمع والبشرين هل بس الكلام ده؟ قال لك لا في كمية شركات قريدي فتحت إنها تبدأ تعمل تشتغل شركة تشتغل على الشركة تشتغل على الشركة تشتغل على تحويل الباينري والديكودين والإنكودين شركة زي اللي أنا لسه متكلم عليها عملت يقدر يتمسك في حجم الإيد خلاص؟ كل الكلام ده كله في شركات كتيرة دلوقتي موجودة في الماركت هتلاحظوا حتى أسميها كلها ليه علاقة بالدين وكل الكلام ده كله ويمكن أنا هنا هاقف على شركة مهمة جدا في المجال دوت هي شركة اسمها تويست وتويست بايو ساينس من أهم الشركات اللي بدأت تشتغل في المجال دوت لدرجة إن هي اللوجو بتاعها writing the future we make DNA مش بس عملت ده كتجربة للكلام ده قدرت تخزن سلسلة حلقات كاملة اسمها بايو هاكرز قدرت تخزنها بالكامل على على memory stick يبقى الفكرة ايه دلوقتي انت بتجيب الميموري ستيك دي اللي متخزن عليها الحلقات بالكامل دي اللي اللي تحتاج مثلا hard disk كبير جدا لأ انت عندك كميموري ستيك سريع جدا accessing للمعلومات دي بتحطها جوه الكمبيوتر وكل الست حاجات اللي احنا أقول لهم بتبدأ من encoding decoding writing كل كام ده ده بيحصل في الميموري ستيك في النهاية انت بتطلع لك الصورة اللي موجودة قدامك هل الموضوع potential بتاعه كتير اه طبعا لانه هيوفر طاقة هيوفر مساحة هيوفر تكنولوجي جديدة هيوفر شركات جديدة هتفتح في هذا المجال اوكي يمكن انا كنت حابب ان انا احطكوا على الطريق ان البيوتكنولوجي ليس بس مختصر على الحاجات اللي هي البيولوجي لا مهم جدا ويمكن ده يقول ان الناس دلوقتي بتربط ما بين الكمبيوتر ساينس والبيوتكنولوجي عشان يدروا يوصلوا لحاجة مفيدة للبشرية وكمية الطاقة المستهكة بتكون كمية قليل طيب لو بصينا على الناس بتستخدم الكلام ده ازاي دلوقتي ده الماركت دلوقتي لقوا ان حصائية في سنة عشرين تلاتة وعشرين ان كمية الناس اللي بتستخدم الدي اني اردي داتا ستوريج ماتيريال سايز هنلاقي من اكترهم هم شركات البيوتكنولوجي والهيلتكير ييجي بعد كده الجوفرمنت او الحكومات فلاصة وبالذات الديفنس واخدشير كبير جدا في الاستخدام اردي كارنت يوس هنلاقي كمان ان التوقع لغاية سنة عشرين اتنين وثلاتين ان كمية الدياتا اللي حيتم منقلها على دي اني سوريج ميديا بيتوقع في سنة عشرين تلاتة عشرين اتنين وثلاتين اني بزيد بكمية متضعفة رهيبة جدا والدياتا دي ممكن تبقى on cloud برضو او on premises يعني يحصل لها اكسل وانت قاد من الجهاز بتاعك او تبقى on cloud مخزنة على cloud زي one drive google drive زي whatever عليجي نتكلم على ايه او take home messaging ان احنا لازم ناخدها من القصة دي ايه القصة دي فلها كلها بدأت بايه بدأت باتنين بيكلموا مع بعض بيقولوا نقطة البعضين بيقولوا نقطة ايه تفتكر يعني هنقدر نعمل كذا بدأت بايه فكاهة بنقطة ان هما بيفكروا ايه رأيك لو نخزن المعلومات دي على دي ايه راح جاي واحد قال له او صحيح دي ايه ده هو code اصلا هو عبارة عن four letters والبيناري code هو اساسا two letters zero one فاحنا ندور على طريقة نبدل zero one دي نخليها الاجي سي تي ولما نبدلها الاجي سي تي احنا نقدر نصنع دي ايه we can make دي ايه لما تصنع دي ايه هنحطه في usb flash طب عايزين نقرأه هنعمل له sequencing ونرجعه تاني للبيناري code كانوا بيتكلموا كجوك كحدوتة وهم مش عارفين ان الموضوع ده قلب التكنولوجيا في الحتة دي وبداية شركات كبيرة جدا بتشتغل على هذا الكلام وكل الكلام وكل القصة دي كلها يمكن دي take home messages اللي انا عايز اقولها المسجز اللي انا عايز اقولها فكر دايما تفكر ما تخليش limit للتفكير بتاعك ويمكن عايز انهي بالcode اللي انا عايز اقولها دي ان دايما small minds او العقول الصغيرة دايما بتتكلم على الاشخاص اما average minds بتتكلم على الاحداث اما great minds دايما بيتكلموا على ايه افكار افكار جديدة وشكرا جزيلا لكم وسعيد جدا بالمحاضرة معكم I'm ready for any question